اشرف رئيس الحكومة ليسا الفخفاخ صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزرية حول مسار تنفيذ الاجراءات الاجتماعية المعلن عنها للمساعدة على مواجهة تبعات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بالمساعدات المالية والعينية والاجراءات الخاصة بالمؤسسات والمهنة التي اصطرت للبطالة الفنية واوسى رئيس الحكومة في هذا السياق باختصار اجال توزيع المساعدات المالية على مستحقها واحترام كل اجراءات الحجر الصحي الشامل في تنظيم عملية الصرف والتوزيع تجنبا لكل مظاهر الاكتظاظ والتجمهر والانتظار حفاظا على سلامة المواطنين وفق بلاغا صادر عن رئاسة الحكومة وذكر البلاغ ان هذه المساعدات الاجتماعية المعلنة من قبل رئيس الحكومة ستشمل حوالي تسعمائة الف عائلة باعتمادات جملية قدرت بمائة وخمسين مليون دينار كما تم رزد خط تمويل بثلاثمائة مليون دينار لمرافقة المؤسسات واصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات ازمة كورونا هذا وستوفر الدولة عبر الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي ستين الف طرد من المواد الغذائية يشرع في ايصالها الى منازل المنتفعين بها انطلاقا من يوم ثالث من ابريل القادم والى غاية موفى شهر رمضان المعظم من جهة اخرى وبالتنسيق بين وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية تقرر فتح مدرسة اعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين ايصالها الى العائلات بالتعاون مع المجتمع الودني وفق البلاغ ذاته